بكرة هو الواحد بيحس أن نوع الوجع مختلف عن اللي هو متعود عليه يعني أنا ما جات لي كورونا أول مرة أنا كنت عارفة أنها كورونا من قبل مرة تحيي ولما ما تحيي لتلع بأن الوجع مختلف الإحساس غير أدور البرد العادية بصي هو يعني يمكن ده برضو الموضوع لأنه هو من متحاورات الكتير في كورونا كل واحد جيب شكل يعني فيه بيبقى فيه جهاز تنفسه فيه جهاز صادمي وفيه بيجي بفقد حاسة الشام لو أنت فاكرة زمانه فأصدي أنه هو المتحاورات هو لا دي ولا حييجي بفقد حاسة الشام ولا القدوة لا 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 مخجل حالة دي فإحنا الفكرة أنه إحنا بقى بنتكلم زي ما قلنا مرتين ثلاثة قبل كده العظماء الثلاثة في الشتاء والأدوار دي تسلم بعض لأن إحنا عندنا دور الأنفلوانزة نراجع كده بصورة العظماء الثلاثة اللي هما لما أدوار الأنفلوانزة الفلوب كل أنواعه والفيروس المخلوي واللي هي نزلات البرد الخفيف والكوفيد بجميع متحورين فكل دولة هما دولة اللي بنخاف منهم في الفترة دي وخصوصاً الالتهابات الرئوية والتهابات الشعيبية وأعراض الجهاز التنفسي وضيقة التنفس منتشرة جداً طبعاً الناس كلها عارفة كلام ده في كل الأماكن الخاصة والعامة معدلات زيادة وده طبيعي كل سنة عشان ما تقولش الناس ده عشان متحور لا ده هو ده طبيعي كل سنة الأطفال الصغيرين قبل سنة سنة لما اتكلمنا قبل كده وقلنا لو جالهم الار اس في بمناسبة الار أو الفيروس المخلوي في الأطفال اللي هو أقل من سنة أقل من سنة حوالين ست شهور كده أقل من ست شهور بعد ست شهور مختلفين كمان شوية إنه لما بيجي لنزل برد أو الفيروس المخلوي بيعمل مع ضيق الشوعة بهوائية يعود عشان هو منعته ضعيفة يعود أنا في العادي لو جال الار اس فيش هتنزل برد ويومين ثلاثة وتنتهي قصة الطفل الصغير ده بيعود أربع سبيع معدي فتلاقي الأم هي ده نتعادت منه ده كلمة مشهورة كده بنسمحها كل يوم يعني إحنا نتعادي من البيبيز وما نتعاديش من الأطفال اللي هم كده وكده كده وكده بس ده العدوى بتاعته خمس أيام في الكبار لكن في حديث الولادة يعني ليش عشان منعته ضعيفة فالفيروس يفضل موجود فترة طويلة يفضل معدي أربع سبيع وممكن يعدي مامته ومامته ترجع تعديه تاني وده بنشوفها كتير إن الطفل يخش في نازة شعبية معها نازة شعبية تانية وده بيروح دايماً الطفل بيجيله تزيئة في صدره في سن صغير بيبقى عرض أكثر لحتحسس السدر أو حساسية السدر في السن الكبير يعني الطفل اللي بيزيق في صدره ده عرضة أكتر إن يجيله حساسية يزيق دي عشان بس الناس بتفتكر زيق ممكن يكون من الأنف ممكن يكون من الصدر لكن لو الدكتور أهل لكن في تزيئة في صدر أو في ضغف الشعب الشعبات الهوائية احتمال كبير حيجيله حساسية كرر يبقى عنده استعداد أكثر كلامه عشان يبقى ناس يقولش إن كل واحد كده يبقى لازم يجيله حساسية تمام زي ما يقول إنه مثلا الأطفال اللي عندهم حساسية في الأنف غالباً بيبقى عندهم شوية حساسية في السدر بيبقى فيها ايه؟ احتمالات طيب فيه جديد